الحزن خيم هذا الصباح على ثانوية سنتيكزو بري في ليون التنميذ كعادتهم وصلوا إليها لبدء يومهم الدراسي الجديد لكنهم هذه المرة سيفتقدون رفاقهم الذين قضوا وأستاذهم الذي أصيب نتيجة الانهيار الثلجي عند حلبة التزلج بإقليم إزار شرق فرنسا جميعنا بحالة صدمة الخبر سعقنا تقول هذه التلميذة بعض رفاق بحالة ظهول من الجيد التحدث عن الأمر إنه مريع لا نفهم كيف وقع ذلك يضيف هذا التلميذ نعرف الأستاذ وليس غريبا عنه لا يأخذ قرارات عشوائية أفكار تتوجه للضحايا وعائلاتهم الأمر محزن جدا التضامن أساسي لمواجهة هذه المأساة فلتبقى مادة الرياضة الاختيارية حية وليستمر الحب لها هذا ما كتب على عدد من الملصقات على جدران وسياج الثانوية ترجمة نانسي قنقر